ترجمة نانسي قنقر 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 بس انا بعطيت المطمون والشي الاكيد المنطقة هذي شوفوا الماوس حدي المنطقة هذي يا شباب عليها زي قلعة كذا حول القلعة على الشواطئ هذي كلها جنود ناقع كل واحد من جنود الناقع اللي حول هذه المنطقة على الشواطئ يا شباب يطيحنك ابص الفراغمنت فيه تشانس انا فرمت الساعات بالاخير واطحت اللي اللي حبتين يعني الموضوع يطول بس مضمون ان هذا المكان يطيحنك ذا القطع مو بس تدخل مع رايد فيه تشانس لك فيه اشياء كثيرة تريد تصويها تدخل مع جروب خمسة تدخل مع رايد تدخل مع ناس ساون تويست المهم لوت كل اللي تقدر عليهم من جنود الناقع فيه تشانس يطيحنك القطع هذه العشرين حبة هي اللي تحتاجها طب قبل ابدأ اكمل ولازم تروح العشرين حبة من ابص الفراغمنت ارتدت تشتريها من الاكشن هاوس سعر الوحدة كانت بتوسط النذر يوم خلصتها كانتها ثلاث كول يعني مجموعة ستين هلف كول تجي تشتريها مرة واحدة تجي بعدين اول ما تسير معك العشرين تجي لذا المكان اللي هو او شي ستوم سونج فالي منطقة الالاينز هنا تجي عند الدنجن شراين اوف دا ستورم هذا الدنجن تمسك خط على نفس الطريق لمن يوديك على المكان اللي انا فيه الحيب بالماب تشوفها بالضبط طبعا يصير وراك وما توصى يصير وراك هذا الشلال تدخل تلقى زي الحصاة ابتدا شكلها غريب هذه توقف عندها تفتح الشنطة تضغط على العشرين عبصر الفراغمنت يطلع لك تجي تدطع جديدة بالشنطة بعد هذا لازم تروح مكان ثاني باوريك لياه الحين ثاني مكان لازم تروح لعشان تطلع الاد ليطيح لك الماونت ومم بعيدا من مكان الاول احنا كنا هنا صرنا هنا احنا كنا تجريبين من شراين اوف ستورم الدنجن صرنا في ذا المكان بالضبط يا شباب شوفوا حدد للكم طبعا هذا المكان هو أصلا مكان للهورد فاذا جاء الهورد بتصير مورو طيبة اذا جاء الالاينس لازم تمر على ذوي كلهم تذبحهم زي ما صويت المهم تدخل الكهف هذا تدخل من هنا بعدين تاخد طريق لمين تجي تد الفتح اللي هنا عط أم هذا ساب بعدين ترجي هنا بالضبط هذا تستخدم هنا الجطعة اللي طاحت لك بعد ما استخدمت العشرين جطعة تستخدمها هنا يطلع لك ام بي سي انا طبعا اقول لك اذا انت ما انت مجيّر مرة ايتم ليفلك ثلاثمئة وسبعين وفورد جيب واحد معك حتى لو ايتم ليفلك ثلاثمئة وسبعين وفورد جيب واحد معك يساعدك لان الاد اللي بيطلع او الموبس اللي بيطلع مرة قوي ولا تكتيك ويضرب قوة فيبغالك على اقل اثنين مجيّرين عشان يذبحونه اذا انت ما انت مجيّر ايتم ليفلك ثلاثمئة وثلاثمئة وثلاثمئة واربعين جيب لك جروب من اربعة وخمسة عشان تذبحونه طبعا الماونت بيطيح لك انت بس يلي صويت اللغز الباديين وهم صويت موض جايهم شي نهائية طيب الماونتات اللي بتكلم عنها لحدة وورفرونت لراثي شباب انصحكم تذكر انكم تنزلون ادون يسهل لكم موضوع يعلمكم هذا الرير يطيح بسبب حالها هو توي هذي يطيح البد؟ ماونت؟ اسم الادون يا شباب اللي هو هذا الادون يعلمك شوفو ش friendships'ين يعلمك هل انت ذبحت أبًا هذا او لا ويعلمك كش يطيح بالظبط يعني هذا ال logي يعلمني هذا الرير يطيح هذا الماونت وانه لسه افيلابل انا لسه ما قتلته بس أصلا الماونت هذا أورودي نون يعني أنا عندي الماونت فعشان إذا ما رح تفرم ذا الرير ويساعدك بعد بالماب فمثلا إذا فتحنا الماب حق تراثي نلقي يحدد لنا وين كان الرير بالضبط يعني أبغى الماونت اللي أنا راك الماونت اللي أنا راك بابلقاه هنا هذا الرير شوفه يعلمك دروب يعلمك إن اللي بيطيح منه الماونت طيب بروح لأي رير وبشوفوا شي طيح مثلا بروح لهذا بطيح لي توي طيب بذا طيح لي توي لا هذا بت كلها بتات بت بت هاي طيح لي توي هاي طيح لي شي أظن يساعدني براثي بس طيب توي ومثلا هنا يطيح لي الماونت فالادون هذا مرة يساعدك في طيب في الأدو الثاني اللي يساعدك على موضوع دارك شور اللي هو الوارفرونت الجديدة أو المنطقة الجديدة اللي يطلعون فيها الرير في اسمه توم كات ستور هذا الأدون بيعلمك وين أماكن الرير وهل أنت ضبحتهم وأي واحد فيهم هو يطيح الماونت أو في بعضهم يطيح توي وبيتز زي ما قلت فليجمع توي وبيتز بيلقى هذا الأدون مرة مفيد نروح دارك شور شوفه مطلع نجمات وين أماكن الرير مثلا أبغى هذا الرير يطيح لي توي طيب هذا يطيح لي ماونت فأخذها إذا ضبحت ذا بتتغير من علامة نجمة العلامة صح معناه أني أنا ضبحت الرير في هذا الكاركتر وتجد تفرم كاركترات أكثر من كاركتر وتأخذ راحتك في الموضوع في هنا موضوع هنا هذا شيء غريب يعني إذا تغير هونت كنترول ممكن يطلع رير جديد الله عنه المهم هذه مجموعة كبيرة من الماونتات يعني تقريبا الأراثي والدارك شور خمسة خمسة هذه عشرة مونتات تقريبا يعني عدد كبير من الماونتات فليقول أنا أحب أجمع مونتات أو أني أبغى أوصل مونت ثلاثمية وخمسية عشي أأخذ الماونت العملاق أنا جالي واحد يتكلمني على هذا الموضوع وين فيه؟ ما دمش يسمي حتى فلس تشورد وفيه مونت ثاني بعده أبو حقه أربعمية وخمسين إذا ما بقى ألطان أو أربعمية مونت المهم أنه يجو أنا أبغى الماونت الماونت هذا مرة عاجبني فهذه مرة ممتاز مو بلازم تروح تدور لك بريد ديديم ولا شي ديديديم هذو الكل هم موجودين بوسط الإكسبانشن عشرة مونتات نتفرمهم بكل كارتات أكليمية وعشرين الماونت اللي بعده يا شباب اللي هو مارش هابر اللي زيب أنتم شايفين على شكل ضفدع مرة أشكالها حلوة بس المشكلة لها غالية هذا أصفر هذا أخضر وهذا أزرق طبعا سعر واحد ثلاثمية وثلاثلاثين ألف وثلاثمية وثلاثلاثين من وين تشتريه تروح من نزمير قبل نحن بزندلاري منطقة نزمير هنا بالزاوية بالضبط هنا تجي تلقى الكهف تلقى في واحد يبيعها ما يحتاج الموضوع ما يحتاج آيفار ما يحتاج لتحل لغز ما يحتاج أي شيء تجي هنا هورد أو ألاينس تلقى تشتري تل مونتات الثلاثة طبعا هي مرة سهلة للأغلبية وسلي أنا مرة صعبة موضوع العبد الفقير لله العبد الفقير لله يا محسنين أوكي شباب المونتات اللي بعد هذه تطيحة وصل لها دروب شانس في الآيلاند اكسبديشن واللي هو هذا اللي تروح له الويكلي الجزيرة اللي تروحون ثلاثة وتفرمون تذبحون غير وممس اللي فيها تفوزون عشان تاخذون الارتفاد طبعا واش صار كان نظام قبل ثمانية فاصة واحد انه لازم أنت وجروبك تذبحون الرير المطلوب اللي يطيح المونت الحين الشي الحين لا مو مهم اي واحد يذبحها حتى لو الام بي سي او الالاينس اللي هم عبارة عن كمبيوتر وهو بصدق الالاينس اللي عبوا لعيبة لو يذبحونها المهم ان الرير طلع بالجزيرة في احد فيكم يذبحها في شانس لكم كلكم ان يطيح لكم المونت طبعا في مونتات كثيرة اضافتها بلزاد حتى قبل 8.1 اللي هي عدد يعني هذا غير فيه بندر هنا بوريكم ما يبيع تجي هنا خلنا نقول شون تعرف كم عدد المونتات او كم مونت فيها تقدر تشيك او هيد او تقدر تدخل الكلكشن تكتب انائز ايلاند اكسفديش هذي شوفها طلعت لك اغلب المونتات الموجودة تطيح من تقريبا من الالكسفديش اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسع مونتات تطيح من الالكسفديش طبعا يعني انا عرف انا عرف بعض الديتيل عنها مثلا هذا اذا طلعوا الرير القراصنة فيه يطلعون رير يسير يجوم على الجزيرة من القراصنة اذا ذبحت الرير من هذول يطيح لك هذا المونت طبعا ان تدخل الالكسفديش بيسير هجوم على الجزيرة بيطلعون لك دير الرير في هذول المونت نفس الحالة في واحد من خياطات هذا المونت هذا المونت يا اما ان تلقى هذا ما فيه هجوم ابدا الجزيرة اللي تهجمون عليها لازم يسير فيها ام بي سي او ادات على شكل هذا المونت او شكل واحد ثاني الحين بحط لكم بالشاشة هذول الثنين اذا لقيتهم مو محتاج يسير الرير لو عاديين لازم تذبحهم كل ما ذبحتهم يجي تشانس ان يطيح لك هذا المونت وفيه مونت ثاني واحد من المونت الذي الله ما ادري اي واحد فيهم اي اد تذبح اي ام بي سي تذبح اي بوبس تذبح في الجزيرة يعتبر تشانس ان يطيح تذبح المونت طيب فيه اشياء الحين ماوتين ضافوهم بالباتش 8.1 وتتشتريهم من النقاط التي تجمعها تجمعها تلقى الفندر هنا بالالاينس طبعا بالهورد تلقاه على طول على يمين الطاولة بره شوية بره الخيمة اللي فيها الطاولة الخيمة تشوف تجي هنا بالأخير تلقى واحد هنا هذا ما يشتغل تحت الموايا مثل المونت التي كانت بالكاتتليزم يحتاج 500 نقطة من هذه سيفيرا وفيه عندك ذاء مدري بطريق مدري الشكلة خلنا شو شكلة أوكي هذا شكلة يا شباب ما أدري طير المهم إنه يعني ينباع هذا المونت بالنقاط طبعا هذه موتات كلها حجة الإكسبيدشين يا شباب فيه انظافة جديدة وفيه أشياء جديدة مثل الطاول فيه إغراض هنا مثل سموك طاول أشياء جديدة بت توي بت توي وموت هات طيب آخر شيء بتكلم عننا الحين مونت البي في بي وأنا بتكلم عن موضوع عشان تفهمون أنو شكسني ليش أنا دخلت للآلاينس الحين يا شباب مونت البي في بي طبعا تلقونا بالآلاينس هنا بالهورد تلقونا ورا الطاولة زي طاولة لي الطاولة حجة الوارفروند تلقونا بالضبط مهب قدامها وراها تلقونا زيك ذه هنا جنب البورتر تلقونا واحد يبيع لكم المونتات بعد قاتل مي في بي الجديدة اللي انزلت بباكش 8.1 ريهم ذي 3 طيب يا بو حسن ليش تشرحنا عن الالايينس والهورد ليش دخلت بالالايينس يا شباب ترى أنت إذا شريت المونت هذا مثلا أو ذا بالالايينس لا تتوقع عنك شريت حق الهورد ما شريت حق الهورد لازم تلعب حق الهورد عشان تشتري حق الهورد يعني المونتات اللي موجودة عند الهورد بالبي في بي وبالربطيشن فى المونتات ماذا لنمتعنها هذي مونتات الربطيشن يعني مثلا ستومسول فالي فيه هنا ماوتين باع للربطيشن للالايينس اللي هم غير الربطيشن حق دين الهورد هذول الربطيشن يعطونهما ماونتات مثل مثل الهورد فندرات إذا سلت يعطونك ماونتات يبقى لك 10.000 جولد الماونتات بالهورد إذا شريتها لا تتوقع أنك شريت ماونتات الالايانس لا ماونتات الالايانس لازم تلعب بالالايانس تعبي الربوتيشن فول عشان تجد تشتري ماونتات حدة الالايانس فيصير عندك نوعين من ماونتات مستقلين مهم مثل ماونت البي في بي الريتد اللي هذا أنا جبته أنا جبته بالهورد جاني بالالايانس لا والموضوع مو كذا إذا شريت من الربوتيش ذول الماونتات هم إذا شريت حد الهورد فعلا فإنك ما شريت حد الالايانس بنفس الحالة بماونت البي بي بي إذا شريت هذول الماونتات لا تتوقع لك شريت حد الهورد وحد والعكس بس بوريكم حد ذات الالايانس شو شكلها أبدي اسبك يا حبيبي شريت يعني حلو مائي سال 750 على لك الصراحة سوم دائما بليزرد تظلم الالايانس بمونتات حلوة الماونت هذا بايخ بالنسبة ماونت ريتد اللي هو مية فوزة حد الالاينس مره بايخ وقارنا بحد الهولد يعني ظلم بلزا شميل يا را المهم طيب هذي نهاية الفيديو بذكر لكم بعض المونتات على السريع اذا تبغوني يعلمكم عنها اكتبوها بالكومنت في مونتات تريد يطيح من الدنجينات مثل فري هولد اندر روت كريندرست نذيها اللي هي اساميها نفس الهولد هذي مونتات تطيح من الدنجينات مثل تريد تفرمها اسبوعيا انا ما ادري هذي يطيح بتي ستون او لا بس حاولناك دائما كل اسبوع على قد تصوي تي صفر او مثل تصفر حق هاي الدراجة ممكن تطيح لك واحد من المونتات الثلاثة المهم ان شاء الله اعجبكم بالفيديو يا شباب رديت على بعض التسئولات اجدت بسناب وان شاء الله يعجبكم يا شباب لا تنسوا اللايك وسبسكرايب مشروع يا شباب